هناك حديث رواه السيد هاشم البحراني في كتابه روضة العارفين أول حديث ينقله عن كتاب حياة القلوب يقول إن جبرايل كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا هذا كل ما يجري هو عمل تمثيلي في بيان مقام أمير المؤمنين مقام النبي صلى الله عليهما وآلهما مثل ما يفعل الله ويقول وما تلك بيمينك يا موسى لبيان ما بيد موسى أنه أمر عظيم فما سيجري الآن من سؤال وجواب وكلام هو أشبه بما وما تلك بيمينك يا موسى نحن نسميه من ضيق العبارة نقول عمل تمثيلي من ضيق العبارة إن جبرايل كان جالسا عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فدخل علي عليه السلام فقام جبرايل فقال النبي أتقوم لهذا الفتى أنت تقوم لهذا الفتى فقال جبرايل نعم إن له علي حق التعليم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف ذلك التعليم يا جبرايل النبي يعلم هذا كله اسمه اسلوب أشبه بالعمل المسرحي حتى شنو حتى تخرج علل احنا نسمعها يعني لو ما يصر هذا المشهد احنا ما راح نسمع اللي راح نسمع الآن بالضبط حين مثل ما يسأل الله بالضبط احفظوها يقاعده هذه حتى احنا نسمع احنا فقال النبي كيف ذلك وما ذلك التعليم يا جبرايل فقال جبرايل خلقني الله الله خلقني فسألني والجبرايل الآن يتكلم يقول الله خلقني فسألني فقال لي الله من أنت وما اسمك ومن أنا الله يسأل جبرايل من أنت وما اسمك ومن أنا يقول جبرايل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحيرت بالجواب أنا تحيرت بالجواب فتحيرت في الجواب ثم حضر هذا الشاب أي علي عليه السلام في عالم الأنوار وعلمني الجواب فقال لي أمير المؤمنين علم جبرايل قال قل لله أنت الرب الجليل واسمك الجميل وأنا العبد الذليل واسمي جبرايل الله 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 فقال جبرايل للنبي فلهذا يا رسول الله قمت إليه وعظمته حينما دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيان ما هو أعظم من التعليم أعظم من التعليم فقال رسول الله كم عمرك يا جبرايل أنت كم عمرك فقال جبرايل نجم يطلع من العرش في كل ثلاثين ألف سنة مرة كل ثلاثين ألف سنة مرة يطلع نجم نجم مضوي ويختفي كل ثلاثين ألف سنة يطلع مرة قال جبرايل يا رسول الله نجم يطلع من العرش في كل ثلاثين ألف سنة مرة وقد شاهدت هذا النجم طالعا ثلاثين ألف مرة جبرايل يقول هذا النجم يطلع كل ثلاثين سنة يا رسول الله ثلاثين ألف عفوا كل ثلاثين ألف سنة يطلع مرة أنا هذا النجم شفته ثلاثين ألف مرة طيب وين رح توصل في العلوم المحمدية فقال رسول الله 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 عالم هذا عالم هذا فيه مشيئة الله يسأل كما يسأل الله هو يسأل ويعرف ولذلك شوفوا شلون جهت الآن فقال رسول الله إذا رأيت ذلك النجم تعرف يا جبرايل قال نعم يا رسول الله وكيف لا أعرفه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي خذ العمام من جبهتك فلما رفع أمير المؤمنين عمامته رأى جبرايل ذلك النجم هذا علي هذا محمد